في الفترة الأخيرة انتشرت وبكثرة ظاهرة التنمر بأشكاله العديدة وهو سلوك عدواني غير مرغوفي ينطوي على ممارسة العنف الجسدي أو اللفظي من قبل فرد أو مجموعة الضلغير واليوم نخص بالذكرى ظاهرة التنمر الإلكتروني وتسليد الضوء عليها فقد شارك المغاردون عبر هاشتاغ التنمر الإلكتروني بأراءهم المختلفة ونصائحهم للحلول دون انتشار الظاهرة والحد من أضرارها ومعاقبة من يسلكها لحماية أطياف المجتمع بمختلف أعمارهم وحول الموضوع كان لنا اتصال مع مستشار أمن المعلومات والجرام الإلكترونية العقيدة ركن متقاعد رائد الرومي والذي أفاد بالتالي التنمر الإلكتروني هو باختصار الإساءة للآخرين عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سواء كان بالسب أو القذ أو التشير بالسمعة والسخرية أو بالابتزاز بين واحد واليوم للأسف زادت خطورة هذه الظاهرة على الأطفال والمراهقين نظرا لسرعة انتشار الإساءة والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا بالطبع له تأثير سلبي على الطفل والمراهق بين زملائه وأهله والمجتمع لذلك يجب على الأسرة تنمية مفهوم المواطنة الإلكترونية عند أبنائهم عبر احترام الآخر واحترام الاختلاف بالرأي وعدم الإساءة والتشهير أو إعادة نشر كل ما هو يضر بسمعة الآخرين كذلك أوصي الأسر على حث أبنائهم على عدم إضافة الحسابات المجهولة وتبادل المعلومات الشخصية مع الأقراب وحضر أي حساب يحاول إزعاجهم كذلك تصوير المحادثات المسيئة إذن حصلت وإبلاء الأسرة عنها فورا ليقوموا بعمل لازم عبر الجهات الأمنية والله يحفظ الجميع